اشتركوا في القناة في التلفزيون الوطني جمهر عزة دمقراطية من الشهيد الحافظ بجمع البرنامج اليوم هو برنامج قضايا وكنا قد بدأنا امس نتيجة لظروف تقنية توقفنا عن مواصلة البث لكن سنعيد هذه الحصة يعني من بدايتها لأسباب كما قلت تقنية موضوعنا في التقديم كما تحدثنا امس هو موضوع يتعلق بموضوع حقوق الانسان والهالة التي رافقت يعني انتخاب المغرب كرئيس لمجلس حقوق الانسان وضع حقوق الانسان والملفات الوازنة التي لدى الجبهة والضغط الدولي من اجل توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة من الجنسية في الصحراء الغربية ما هي العوايق ما هي المشاكل كيف يمكن ان نستغل ورقة حقوق الانسان لمرافقة الجانب القانوني المعركة القانونية الوضع الحالي نتائج ندوت العلاقة الخارجية والاهداف المطروحة لسنة 2024 لتسليط الضوء على كل هذه المواضيع جملة معي مشكورا لاخر ببشرائي وممثل بلادنا لذا الامم المتحدة والمنظمات الدولية بجنوب الاخربي اهلا وسهلا بكم شكرا طيب موضوع حقوق الانسان ما هي وضع حقوق الانسان هذه المعركة التي دخلناها منذ سنوات دخلناها بملف الانتهاكات الجسمة لحقوق الانسان دخلناها بالضغط من اجل توسيع صلاحيات بعثة المنورسو او ايجاد آلية اممية لحماية مراقبة وحماية حقوق الانسان كما بكم احتلال من الصحراء الغربية دخلناها بملف المفقودين دخلناها بملف الاسطر المدنيين الصحراويين الى اي حد واين توجد هذه الورقة بالذات هو فيما يتعلق بملف حقوق الانسان عموما يعني هناك الثابت في الموضوع وهو المتعلق بالوضعية المترتبة عن الاحتلال العسكري منذ بداية النزاع الى الان وهذا بطبيعة الحال ملف الحصار وملف الانتهاكات القائمة ملف المفقودين وملف الذين افرج عنهم وإلى آخر ولكن هناك المتغير الذي يعطي الزخم لموضوع حقوق الانسان على اعتبار بانه وسيلة من وسائل الضغط لانه نقول دائما ويجب ان تبقى واضح لدى الجميع دائما بان الرهام في النهاية هو على ربح النزاع بالاستقلال الوطني بالنقاط مع الاحتلال لا نتوقع بانه للمغرب يوجه الضربة القاضية ولا الشعب الصحراء يوجه الضربة القاضية وبالتأكيد انه يعني احد الوسائل المهمة في تسجيل اكبر عدد من النقاط على الاحتلال هو موضوع حقوق الانسان موجود الثابت ولكن ايضا موجود المتحول متعلق بالمتغيرات اليومية ومتعلق بالزخم وابرزه كان هذا المترتب عن انتفاضة الاستقلال التي وصلت الذروة في مخيم اكديميزيكو ما ترتب عن اكديميزيكو ومعتقلي اكديميزيكو لكن ايضا معتقلي صف طلابي الى اخره الى اخره ويعني بالتأكيد انه هذا الملف ملف محوري وملف شوهري على اعتبار بانه هو مرآة احدى الجبهات الرئيسية في الكفاح الوطني الا وهي جبهة انتفاضة الاستقلال وتجسيدها على مستوى القانوني وعلى مستوى السياسي وعلى مستوى الدبلوماسي هو ملف حقوق الانسان واللي سجلت فيها مجموعة من التطورات الاجابية خاصة خلال السنوات الاخيرة وتحديدا فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية خاصة اللجان المتخصصة الامم المتحدة في جناب الميكانيزمات الخاصة والمقررين الخاصة بطبيعة الحال هناك دائما المطلب الرئيسي والألاوة هو انه بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاح في الصحراء الغربية لم يعد من المقبول ابدا بانه تواصل ان تكون الاستثناء من بين بعثات العالم بعثات حفظ السلام لامم المتحدة في العالم ونعرف ما هو السبب الذي يعرقل هذا ما هو السبب الذي يعرقل هذا هو السبب الذي يعرقل تسوية النزاع في حد ذاته على اعتبار الرغم من وضوحه وإطار القانوني وشرعية الكفاح وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ومع ذلك خمسين سنة نقف الآن بأنه بدلا من أن نتقدم ويجب أن نعترف على مستوى الأمم المتحدة نتأخر والمصار يأخذ وجهه أخرى رغم هذه التطورات ورغم الجهود والآخرين إذن في هذا الإطار يأتي إشكالية عدم تمكن الأمم المتحدة إلى حد الساعة بالرغم من الأصوات التي تنادي بشكل دائم من داخل مجلس الأمن الدولي ومن خارج مجلس الأمن الدولي الجمعيات الحقوقية الدولية الإنسانية الدولية وبعض الأصوات الدولية الوازنة وشخصيات بضرورة بأن المينورسو تتحمل مسؤولية مراقبة حقوق الإنسان ولكن الفيتو الذي يقيمه الاحتلال مدعوما من طرف بعض الدول النافذة كفرنسا ولكن أيضا دول أخرى هو الذي يعرقل هذا الموضوع إذن هذا مطلب رئيسي قار وهدف يجب مواصلة الضغط من أجل حصول عليه مهما هو المطلوب نحن مثلا ضغطنا ووصلنا في 2006 إلى زيارة بعثة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التقرير هذه البعثة تم التحفظ عليه وتم منعهم من النشر على المستوى المتحدة المنظمات الدولية أصدرت سلسلة من تقارير بحزمة كبيرة من التقارير سواء منظمة عافو الدولية ومنظمة يومرات ووتش ومنظمة خط الأمامي كل المنظمات نشرت تقاريرها وأكدت على هذه الانتهاكات وعلى توثيقها لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممنهجة وهذا هو الخطير والممنهجة والطالبة كلها بإيجاد آلية لحقوق الإنسان كل هذا أليك في هذا من أجل أن نصل إلى حسم ورقة حقوق الإنسان بشكل واضح هو بالتأكيد يعني كيف قلت هذا يبقى مطلب جوهري ومطلب رئيسي وهدف يجب الاستمرار في الضغط تجاهه ولكن يجب أيضا أن نعترف بأنه نقترب من وصول إليه يعني كلما استطعنا تأجيج عناصر القوة خاصة فيما يتعلق بالانتفاضة وإذكاء الزخم في داخلها نعرف بأنه مثلا سنة 2013 كنا قابقوا سينو أدنى من الأصول إلى هذا المطلب من خلال المقترح الأمريكي يعني زمن إدارة أوباما والذي ضغط من أجل أنه توسيع صلاحياتهم يرسل لتشمل حقوق الإنسان هذا كان نتيجة مباشرة للزخم المترتب عن انتفاضة الاستقلال 2005 أين وصلت ذروتها في إكديميزيك وتفاعلات إكديميزيك ولكن أيضا انتفاضة وتظاهرات ماي المشهورة إذن ما لم نستطع في الحقيقة وهذا يجب الاعتراف به إعادة إنتاج نفس الزخم فإنه هذا الهدف يبتعد بشكل أو بآخر ونعرف بأنه يعني هذا بين قوسين بأنه الهدف الرئيسي في الهداف الكبرى بالنسبة لإحتلال هو تقديم موضوع المدن المحتلة يعني كعنصر جوهري في دعايته من أجل ترسيخ الإحتلال كواقع وهذا من خلال إعطاء الانطباع بأن الحياة عادية وبأن المدن المحتلة كأي مدن مغربية أخرى وبأن الحياة تجري عادية وبأن المجتمع يشارك في العملية السياسية وأيضا من خلال الاستثمارات والآخرى ولكن نحن هدفنا في المقابل هدف المقاومة الصحراوية في المقابل هو إعطاء الصورة المعاكسة بأنه هناك انتفاضة هناك شعب رافض لهذه ويعني نقترب من الحصول على هذا الهدف فيما تعلق بالتوسيع صلاحيات المينورسو وليس فقط في التوسيع صلاحيات المينورسو ولكن حتى تسوية النزاع في حد ذاته وحتى هذا اللي ينقل له يعني حشد النقاط اللي في النهاية اللي هي تبدل موازين القوة لأنه في النهاية النزاع اللي ينحل بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى ترجمة لمجموعة من موازين القوة وقطعا بأنه موضوع المدن المحتلة وأعيد بالتأكيد على المدن المحتلة وليس فقط موضوع المدن المحتلة فقط حتى مناطق وادنون والمناطق التي يتواجد من حمد غزاني للداخل وفقط مصطلح يعني كل ما انجحنا في تأجيج الفعل الوطني الرافض للاحتلال كواقع كل ما اقتربنا ليس فقط من صلاحيات المينورسو ولكن حتى من حل الإشكال وتحقيق الاستقلال الوطني كل ما ابتعدنا عن ذلك كل ما ابتعدنا أو تأجل حل النزاع يعني تبقى لهدف الاستقلال الوطني وربارة أخرى يعني تدور تقول مثلا أنه علم تقدم القضية الوطنية واقترابها من النصر مرهون بالفعل في جماهر نفجر بمغرب وأرض المحتلة من محمد الغزاني للداخل إلا اشتغلوا أكثر وواجهوا أكثر ومرقوا الشارع أكثر وعبروا عن رفضهم أكثر كل ما اقتربنا من حسم النزاع وحسم القضية كل ما رقدوا هما وسكنوا كل ما ابتعدنا عن تحقيقها هذا يعني هذا مسلم به لأنه في النهاية هذه القوى النافذة في العالم المرآة اللي تنظر منها للنزاع هي الأرض والأرض ومدى يعني حضور الفعل الوطني اللي يرافع من أجل الاستقلال وبكل ما يتطلب ذلك من تضحية إلى آخره ويجب أن نعترف بأنه كنا قابق قوسيني وأدنى من الوصول إلى هذا الهدف فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولكن لأنه لأنه أهمية توسيع صلاحيات المنورسو هو بأنها يعني تحرر الصحراويين من قبضة الأمن وقبضة القمع وإلى آخره وبالتالي تضمن دفع قوية تجاه الاستقلال الوطني يعني كنا قابق قوسيني وأدنى سنة 2013 الآن يعني ما نفي نفس الموقع على الإطلاق بسبب زمود الفعل في الأرض المحتلة وجود المغرب بالرغم بطبيعة الحال يعني نفهم ما هي العوائق هناك مجموعة من العوائق الموضوعية التي تتعلق بقبضة الاحتلال تتعلق بسيطرة الاحتلال تتعلق بتواجد كل شرطي مقابل نهيك عن قطع الأرزاق اللي شوي كان عنده شين قطاع نهيك عن الأحكام اللي صبحتها لمعند 20 سنة الفوق إذن أصبحت يعني أحكام انتقامية إذن فوجي هذا شين هو الشي الشي قدوا عدد لا بد في تقديري لا بد من أولا من التحلي بروح الإبداع لأنه في النهاية الاحتلال بعد زخم 2005 واللي وصل دورته مع أكديميزيك ومع سنة 2013 يعني نسبيا نعرف كيفاش ينتج الأجسام المضادة من أجل التعامل مع ظاهرة الانتفاضة اللي كانت تتسع بشكل يخرج عن يخرج عن السيطرة الآن نحن في هذا الواقع من المطلوب من الحركة أولا مطلوب من المناظلين والجمعيات الصحراوية والشعب الصحراوي عموما تحت الاحتلال وفي مختلف نقاط تواجده في مناطق جنوب ودنوني لآخره أنه يتحلى بملكة الإبداع ولكنه يعرف أن الموضوع يعني المسألة مسألة وجود ومسألة حياة أو موت وبالتالي إذا كان الاحتلال بالنسبة لموضوع السيطرة على الصحراء الغربية واستمرار احتلالها مسألة حياة أو موت وبالتالي اهتدى على هذه الأساليب بما فيها القمعية بما فيها التحايل بما فيها العصى والجزرة وإلى آخره نحن كمناظلين والشعب الصحراوي عموما مطالب بأنه أيضا يهتدي إلى الأسلوب الإجسام المضادة يعني تفعيل عنصر المقاومة بالشكل الذي يجعل هذه الإجسام المضادة التي أنتجها الاحتلال غير مفيدة على الإطلاق ونعيد إلى الانتفاضة زخمها شو صالحهم يعرفوا العطوية يعرفوا المغربين يعرفوا سياساته وبالمناسبة هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعني من الممكن أن نواجه فيها هذا الواقع الجديد المترتب عن رئاسة المغرب هذا هو سؤال المقبل يعني تفاجأنا وربما تفاجأ معنا مزموعة من الناس التي تعرف المغرب يعرف قامع المغرب يعرف تطلط المغرب يعرف تورط المغرب فضائح كبيرة فهمتني دولية ويعرف اختطافات المغرب ويعرف تدخل المغرب في شؤون الداخلية للدول ويعرف تجسس المغرب إذا بالمغرب يصبح بين عشية وضحاها هو المسؤول يعني يتسلم رئاسة مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة يعني كيف تشوفنا هذا كيفاش الحق هذه المرتبة هذه شنين الظروف اللي سمحت له بذا وثانيا هذا شي وفر له هو وشي وفر نحن لا هو بطبيعة الحال يعني نبدأ بالشق الثاني من السؤال بأنه بأنه رئاسة مجلس حقوق الإنسان من الناحية النظرية منصب رمزي وبالتأكيد المغرب سوف يستغل له من أجل من أجل تلميع صورته من أجل تدارك هذه الصورة المتهاوية للمملكة المغربية كبلد يعني يحتل عسكريا بلد آخر ولكن هذه سلسلة الفضائح التي لاحقت المغرب خاصة على مستوى بريكسل فيما يتعلق بفضيحة موروكو جيد فيما يتعلق بتجسس على نصف الكرة الأرضية تقريبا باستعمال تطبيق بيغاسيس وفيما يتعلق حتى على مستوى ضمن السياق الإفريقي على تكريس صورة المغرب كبلد يعني شرطي قاتل بالنسبة للمهاجرين الأفارقة من خلال المجازر التي ارتكبت في مليليا يعني المغرب من النحية الرمزية سوف يستغل لهذا من أجل تدارك هذا الموضوع ولكن من النحية الإجرائية رئاسة مجلس حقوق الإنسان يعني من نحية السياسية ومن نحية الإجرائية يعني دورها شبه محدود إلا فيما يتعلق بتأثير معين على سكرتارية مجلس حقوق الإنسان وبالتأكيد المغرب يعني ما هو اللي هي بخالجهد من أجل محاصرة الفعل اللي نقوم به على مستوى يعني جينيف خاصة فيما يتعلق بتنظيم الندوات فيما يتعلق بإلقاء الخطابات باسم المجتمع المدني الصحراوي فيما يتعلق بحتى ربما بشكل أو بآخر هذه المكاسب التي تم الحصول عليها على مستوى الميكانيزمات الخاصة وعلى مستوى اليجان الأمم المتحدة خاصة لجنة مناهضة تعذيب ولجنة مناهضة تمييز العنصري ولكن أيضا لجنة فريق العمل خاص بالاعتقال التعسوفي يعني ونحن في انتظار مجموعة من القرارات التي تندد بالمغرب وبالمناسبة يعني نشكر وشيد بعمل فريق التقني من المناظرين الصحراويين داخل مدن المحتلة ومن المحامي المتضامنين اللي تمكنوا من خلال عملية تنسيق محكمة من أننا توصلوا لهذا النتائج إلى المغرب خلال رئاسة ماهو ليبخلش في هذا الاتجاه ولكن يعني يجب أن نعرف بأنه يعني المغرب حصل على هذه الرئاسة ماهو يعني ماهو بناء على الإطلاق على مقاييس حقوقية لو كانت المقاييس حقوقية الرؤية كانت واضحة الياسر من السفارات على المستوى الجنف قبل سبعة أكتوبر اللي هو يعني ما حدث في غزة وكان المعروف بأنه المغرب يعني يعني ما عنده قاعدة قد يتنافس جنوب إفريقيا في هذا الأساس ويعني بناء على مقاييس حقوق الإنسان ولكن من يحدث هذا الطوفان الأقصى في غزة وتبعاته واتخاذ جنوب إفريقي قرار قوي بأنها يعني تتصدر الواجهة في التنديد بإسرائيل وفي محاكمة إسرائيل وآخرها كانت على مستوى محكمة العدل الدولية تحول المقياس من مقياس حقوقي إلى مقياس سياسي أو مقياس جيوسياسي وهذه يعني مجلس حقوق الإنسان أولا تابع الأمم المتحدة وبالتالي تقريبا نفس القوى النافذة على مستوى نيويورك هي نفس القوى النافذة على مستوى جنف ويعني تم اعتماد عرفنا بأنه هذه القوى النافذة ما هي مستعدة على الإطلاق بأنه هذا مجلس حقوق الإنسان خلال 12 شهر يتحول أيضا إلى يعني فضاء منبرد محاكمة إسرائيل وتجرجر فيه إسرائيل والآخر والاختيار كان واضح بالنسبة لهذه القوى ومن يدور في فلكها ما بين جنوب إفريقيا والمغرب المغرب واحد من الدول المطبعة مع إسرائيل واحد من الدول إلى حد ساعة تمتني عن التنديد بالجرائم التي ترتكب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وبالنسبة لهذه القوى كان الاختيار الاختيار واضح وهو اختيار ما بين الدولة التي على أساس حقوقي كانت عندها جميع المقاييس من أجل بأنها تترأس مجلس حقوق الإنسان ولكن للأسف الشديد هذه الحسابات الجيوسياسية جعلت بأنه المغرب يدفع يعني الخيار واضح كان الدولة الوحيدة التي ممكن ما هو اللي أعلنها تمنع بأنه مجلس حقوق الإنسان يتحول إلى فضاء لمحاكمة إسرائيل على مدار سنة ولكنها يعني الدولة وظيفية بامتياز سوف تستخدم رئاستها من أجل منع تماما بأنه إسرائيل يعني يتم الدغط عليها لكن أيضا ستمنع فيما يتطور في قضية ولكن هذا هدف ما يخص هدف المغرب اللي أذكرته سابقا فيما تعلق بوجوده كالرئاسة خالق هدف المغرب هذا ولكن موجود هدف الكبرى لهذا هو اللي يتعلق بإسرائيل ولكن أنا بالنسبة لي يعني أحيانا أوروبا ضارة نافعة وجود المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة بالنسبة نحن ومن منطق المقاومة ومن منطلق عقيدتنا في ضرورة مواصلة المقاومة يجب أن ننظر إليه على أنه فرصة وليس إشكال يغير باش يعود فرصة حقيقة لازم خارطة الطريق اللي نسعى وتطبيقها خلال هذه السنة تكون هدف هو إحراج المغرب وهو محاصرة المغرب وهو إظهار للعالم داخل جنف داخل مجلس حقوق الإنسان بأن هذا البلد اللي يتريس مجلسكم هو آخر بلد على الإطلاق من الممكن بأنه يتريس هذا المجلس برمزيده هذا بطبيعة الحال يطلب تكاثف الجهود ولكني أعيد التأكيد لأن المادة الخام دائما هي الانتفاضة وهي تفاعلات الانتفاضة وهي ما ينتج نظال الشعب الصحراوي سواء داخل مدن المحتلة أو داخل مناطق جنوب وادنون التي تواجدوا فيها الصحراوي فرصة وجود المغرب على رئاسة مجلس الأمن أو كرئيس لمجلس حقوق الإنسان يعطي فرصة لجماهر شعبنا تحت الاحتلال عنها تتحرك بقوة يعني بالتأكيد يعني كيف قلنا بأنه رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة يجب النظر لها يعني النظر إليها على أنها فرصة وليست يعني مشكلة بأنه باش فعلا تتحول إلى فرصة المادة الخام دائما اللي مرهم بها فعلا بأنها تتحول إلى فرصة فرصة في تعقيد المغرب إحراج المغرب وحلفاء المغرب وحلفاء المغرب وإعطاء الانطباع للمجلس بأنه انتخبت دولة الخطأ لهذه الرئاسة اللي تحمل هذا البعد الرمزي هذا كله يتعلق بالمدر المحتلة ويتعلق بمناطق جنوب وادنون محمد الغزلان إلى آخره واللي حيث يتواجد الصحراوية لأنه هذه المادة الخامة التي تغذي المواقع الجامعية وتواجد طبيعة الحالي لأنه الطلبة يعني معروف معرفة عنها نخب ونخب مشاريع نشطاء ومشاريع قادة أيضا قادة الانتفاضة وبالتأكيد المواقع الجامعية لديها دور محوري جوهري في هذا الأساس ولكن المدر المحتلة ومناطق وجنوب وادنون حيث يتواجد الصحراويهم بكثرة هذا هي المرآة الأولى التي ينظر منها العالم إلى واقع الإقليم لأنه كيف قلنا سابقا المغرب يسوق يريد تسويق صورة اتطار موازن قوة صحراوية طيبين ومتخبين ومساكينة ومن عبرها بأنه حيث يوجد صحراوي تحت الاحتيال المغربي الوضع عادي جدا وبأنه يشاركون في الحياة اليومية بشكل عادي جزء مهم من الحياة السياسية وأيضا الاستثمارات الاقتصادية وبالمناسبة المغرب يراهن بشكل كبير الآن على مجموعة من الاستثمارات الاقتصادية داخل المدر المحتلة النوعية منها مثلا الطاقة البديلة وإلى آخره هو ربط هدف المغرب في أن يتكرس كبلد منتج ومصدر للطاقة البديلة خاصة إلى أوروبا بأنه احتلال الصحراء الغربية وشكل جزء مهم والحفاظ على احتلال المغرب للصحراء الغربية وشكل جزء مهم من الحفاظ على هذه الطاقة وتصديرها إذا أردت الطاقة البديلة خلونا نحتل الصحراء الغربية إذا أردت مشاريع استثمارية مفيدة خلونا نحتل الصحراء الغربية إذن هذا هو الرهان ولكن يعني كيف قلنا نحن يعني على المستوى الجنف وعموما يعني لا نستطيع أن نمشي بالسرعة القصوى المطلوبة ما لم تكن المدن المحتلة مناطق جنوب الدنون حيث يتواجد الصحراويون والمواقع الجامعية على نفس السرعة لأنه في النهاية المادة الخام هو ما جاية يعني جاية من فهم وهذا بطبيعة الحال المسؤولية عنه ما هي المناظلين في الميدان داخل المدن المحتلة وداخل هذه المناطق وداخل مواقع الجامعية لديهم جزء من المسؤولية يعني في التحلي بالإبداع المطلوب والابتكار المطلوب ولكن أيضا الحركة في مجموعها يعني تتحمل مسؤولية كبيرة من أجل وضع خارطة الطريق الكفيلة فعلا بأنه يعني نحصل على القفزة المطلوبة واللي مطلوبة ما هي فقط حقوقيا على مستوى جناف ولأنه المغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان لأنه هذه سنوة تنقضي في نهاية سنة 2024 ولكن على مستوى الملف على اعتبار بأنه نقوله ونقوله دائما ولا نله نفتره من نقوله بأنه العالم ينظر إلى مآلات النزاع من خلال ما يجري ميدانيا تحت الاحتلال إلى اللي توصل المغرب بأنه يكرس الانقباع لدى العواصم بأنه يسيطر على يعني ما هو لا يسيطر على الإقليم في المفهوم المادي للسيطرة من خلال قوة القمع ولكن أيضا من المفهوم السياسي والمفهوم الاجتماعي والمفهوم الاقتصادي منين ينجح المغرب في هذا الموضوع بالتأكيد يعود قطعة شواط كبيرة بالرغم من عدالة الكفاع بالرغم من الوضع القانوني للإقليم لأننا نعرف أننا موجودين في عالم القانون وحقوق الإنسان ما هي المقياس الرئيسي عنده الأسف الشديد منين ينجح المغرب في هذا نعود بتاعدنا بسنوات ضوئية فعلا عن تحقيق الهدف الوطني وهذا يجب أن نعوده كاملين يعني هذا يجب أن نعوده واضحا منين ننجح كصحراويين وننجح كحركة تحرير وطنية في إذكاء شعلة الانتفاضة من جديد وإعطاء الانطباع لهذه الدول النافذة بأن المغرب لا يسيطر فعلا على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وعلى أنه حتى الصحراويين داخل هذه المنطقة المهمة جدا سواء على المستوى السياسي سواء على المستوى الاجتماعي التي هي مناطق جنوب وادنون وإلى آخره والمواقع الجامعين ينجح في إعطاء الانطباع إذكاء الانتفاضة وإعطاء الانطباع بأن المغرب لا يسيطر المشارع الاقتصادية ما هي ليتعود آمنة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الحلول التي تريد الالتفاض على حق الشعب الصحرائي في التقرير المصير على الإطلاق ما هي ليتعود ناجحة وأيضا هذا هو أحسن طريق من أجل إعادة مصار الأمم المتحدة إلى سكته الحقيقية والتي هي سكة تقرير المصير وسكة الاستفتاء وهذا شكع لأنه هو الرهان الآن وشكع لأنه الشوط المهم والله جزء كبير من هذه المباراة مع العدو من أجل الحصول على هدف الاستقلال يلعب حقيقة داخل هذا الحيز وهذه المنطقة وبالتالي الحركة مطالبة حقيقة بأنها بالاعتماد على المناظرين وهذه 12 شهر تجعلها نار تحت قدام الغزاة 12 شهر تجعلها ولكن ما هي إلا 12 شهر فقط نستغل هذا الواقع المؤقت اللي هو رئاسة المغرب المجلس حقوق الإنسان من أجل إحداث مومنتم إحداث سياق معين يعيد للانتفاضة الألقة وبريقها وجذوة واشتعالها وإلى آخره من أجل الدفع بها إلى مسارات جديدة وإلى مراحل جديدة وإلى مستويات جديدة تجعلنا حقيقة على أن نبدأ من حيث انتهينا سنة 2013 ونفرض على الأمو المتحدة إعلانها تتحمل مسؤولية تجاه حقوق الإنسان وبالمناسبة يعني هذه أسرع طريق من أجل الوصول إلى إحداث الإنقلاب المطلوب فيما يخص موازين موازين نقوم وإنتم كلامك أنا نفهم على النارنا طارحين ثلاثين سنة تقريبا طارحينها في كفة ولا ثلاثين سنة نحن نذكر مثلا وقف اطلاق النار يعني في الدخول من خطة تسوية الأمم لحيث التنفيذ كان المغرب يروج عن الصحراويين معيدلين في المناطق المحتلة وعنهم مدجنين وعنهم اللام غاربة وعننا نحن محتجزين يعني هذه كان الركيز اللي كان يسوق لها نحن محتجزين فتحت وجاءت الناس ومرقت الناس ودخلت الناس وفات الأخبار وتأكدت الناس بما في ذلك المغربة جاءوا هون الصحافة المغربية والانتفاضة كذبت على أنه كيف قلت أنت في قمةها في قمة اللي وصلت في الانتفاضة 14-4 ماي 2013 وكان القديميزي كساب ذاك وكانت 21 ماي 2005 إلى غير ذلك كذبت على أنه الصحراويين المدجنين وفرضت رهانات على المحكب حتى المعركة القانونية هي يلدعمتها ويلاكدت عنهم الصحراويين المستفادين من الثروات ماذا الآن بهذا الكلام اللي تقولون أننا نرىها نبذع يا الصحراويين باغيين على أن نقيسوا الاستقلال بسرعة هذا العام اللي يجي فيه لمغرب رئيس المجلس حقوق الإنسان ما لتكن تعتبره إشكالية وإنما تعتبره فرصة تأكدوا للعالم على أنه وراه ما هو أهل لها وعن ما هو لا حقوق الإنسان ينتاكب أن هناك احتلال خاصه يصفى بالعجلة وهذا يتطلب على المدن المحتلة معروف على أنه المغرب يلعب على الأرزاق عنه يقطع المساعدات يقطع القريمات يقطع الإنعاش يقطع ذاكامل عنه مؤحكام ولا بعشرين سنة ثلاثين سنة إلى غير ذلك يطلب تضحية وتطلب على أنه مفوك واحدة مهما الله المدن المحتلة وإنما أيضا حتى الحركة كيف قلت أنت بشكل شام هذا بخلاصة فقط هذا بالتأكيد شوف هو يعني نحن الآن يعني موجودين يعني تقريبا في منعطف تاريخي للقضية الصحراوية وصعب صعب جدا صعب جدا صعب جدا ويعني هذه هذه جبهات النضال تقريبا لا كيف يعني السباق بالتتابع يعني كلها يعني يقبض المشعل في الوقت في الوقت المناسب إلى عاد اللي من 1975 إلى 1991 إلى آخر كان الفعل العسكري يعني هو المتصدر عقب ذاك الفعل الديبلوماسي والقانوني والتسوية السلمية والآخر الآن يعني من 13 نوفمبر عقب عقب إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق لاعتراف اللاشرعي للمغربسيات للصحراء الغربية وموضوع القنصليات اللي تفتح وموضوع المواقف اللي يعني المواقف اللي يعبر عنها من طرف بعض الدول الأوروبية خاصة يعني فرنسا معروفة ولكن إسبانيا إسبانيا مثلا هذه يعني المكاسب السياسية بينهم الزوجتين اللي يحصل عليها الاحتلال من جهها أيضا في عقب السئناف الكفاح المسلح 13 نوفمبر وحالة التعقيدات المحيطة بموضوع استئناف الكفاح المسلح على اعتبار بأنه اعتماد المغرب على أسباقية تكنولوجية والدعم من طرف حلفاء كيف إسرائيل وتحالفات وإلى آخره يعني المدن المحتلة مطروح عليها الآن قيادة كفاح يعني مطروح عليها الآن حقيقة علينا تستعيد تستعيد يعني عصى التسابق خاصة في هذه الأشهر القادمة من أجل يعني يعادة تقريبا ترتيب الأوراق وموازين القوة بين نحن والاحتلال ومناضي للمدن المحتلة يجب أنهم يعودوا عارفين أعلنوا مهمتهم التاريخية يعني في هذه 12 شهر ولكن فيما بعد 12 شهر هو أعلنهم يعدلوا المجهود رغم الصعوبات يعني عرفوا أنهم ما مباخلين شي ولكن الواقع يعني كما هو يعني كمان ألاحظه والمطلوب من طرف الحركة هي خارطة الطريق المناسبة من خلال القراءة الدقيقة لهذا الواقع اللي تكلمنا عنه وهذه خارطة الطريق يعني لازم يعود يعني فيها ياسر من ملكة الإبداع فيها ياسر من وضوح الرؤية فيها ياسر حتى من تجديد الأدوات وتجديد الوسائل ومعرفة كيفاش حقيقة يحراج المغرب وحشره في الزاوية وتفويت على المغرب هذه الفرصة الماثلة الآن وحلفاء المغرب وتفويت على المغرب هذه الفرصة الماثلة الآن بتقديم احتلاله للصحراء الغربية كجزء من إعادة تموقعه الجيوسياسي وتموقعه الاقتصادي وتموقعه كبلد منتج للطاقة البديلة كمركز استثمارات إلى آخره وفي نفس الوقت بالتأكيد تقويت أيضا موقع حلفاء الشعب الصحراوي في هذه مسيرته النضالية في المنطقة واضح الأخ يعني مع هذا كامل احنا ترافقنا معركة قانونية دخلتها الجبهة بشجاعة دخلتها لما طلبت رأي نطلب رأي استشاري من هانس كوريل ودخلتها بشكل مباشر وبشكل قوي لما رفعت أول دعوة وكانت نتيجتها في 2014 المحكمة الابتدائية التي صدرت وقفة بطلة التفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتشمل الصحراء الغربية وفي مجات المحكمة العدلة كان أول قرارها يوم 22 و21 ديسمبر 2016 وتأكد في 27 فبراير 2018 وفي 19 يوليوز 2019 وزاد من اللي أقوى من ذاك وقدم من ذاك في نهاية سبتمبر 2021 واللي كان قرار كوي واللي هو الآن صيد الدراسة والطعن هذه البعركة القانونية واللي هي لا تقل أهم قلت عنهم تقريبا هي حقوق الإنسان الماشيات قانونيات في بلد ماشيات في بلد إذن من يلاحقت وما هو المنتظر من هذا لك عاقب من خلق المدولات وما نحان منها وما ندور منها وهو يعني باقي نأكد من جديد على موضوع الرهان على الفوز بالنقاط ونحن نعرف على أنه باش ندير الموضوع السياق وخلال هذه 30 سنة نستكلم عنها 30 سنة وتقييمة 30 سنة والآخرة وصحيح الجمود وصحيح الانتظار ولكن الجبهة انطلاقا من وعيها موضوع ربح الرهان بالنقاط في النهاية وانطلاقا من بحثها عن إحداث تطور مهم في موضوع موازين القوة دخلت المعركة القانونية من أجل تدعيم المسار السياسي في عمومه فهذه هي أهمية موضوع المعركة القانونية من سنة 2013 سنة 2015 سنة 2016 إلى سنة 2021 و 2021 وحتى 2021 بما فيها قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان لأنهم إقليمين يعني منفصلين ومتميزين هذا موضوع أساسي خالق أيضا كان هدف التأكيد على وسيلة الحل السياسي لهذا النزاع اللي هو ممارسة حق تقرير المصير الهدف الثالث كان هو تكريس تمذيل جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي ولكن أيضا تكريس الشخصية القانونية جبهة البوليساريو وهذا مهم مشاكع لأنه عقب هذه المحطات كاملة الشعب الصحراوي يوقف على مكسب كبير واللي لخصته بشكل أساسي هذا قرار المحكمة 21 سبتمبر سنة 2021 عقب منين حاولت المفوضية هي والمغربي يلتف على قرار سنة 2016 اللي هو المرجعية قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 اللي هو المرجعية واللي هي نفس المحكمة اللي الآن بصدد دراسة الطعن اللي قدمت به المفوضية والمجلس ضد القرار اللي صدر سنة 2021 هذا القرار بالإضافة إلى تأكيد على ذيك النقاط الأربعة اللي أكد عليها قرار سنة 2016 اللي هو المرجعية فيما يخص أنه الصحراء الغربية والمغرب علنهم إقليمين متمايزين ومنفصلين وعلنوا أي اتفاق اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن ينظر إلى الصحراء الغربية علنها طرف ثالث ما عنده علاقة بهذا الاتفاق المسألة الثانية موضوع التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الموضوع الثالث موضوع أنه جبهة جبهة البوليساريو علنها هي الممثل الشرعي والوحيد وموضوع يعني موافقة الشعب الصحراوي لأننا نعرفه هذا مهم أيضاً عنه يعرف المشاهد علنه يعني جميع المسار القانوني خاصة اللي تكرس في الرأي الاستشاري لهانس كوريل تكلم عن هذه القضايا كاملة ولكن تكلم عن المنفعة اللي تتولد عن هذه الاتفاقيات بالنسبة له وبطبيعة الحال المنفعة تطرح ياسر من إشكالية لأنه يتخلط فيها موضوع المستوطنين ومن يستفيد وما يستفيد النقلة النوعية اللي خلقت سنة 2016 بأن نتجاوزنا موضوع المنفعة ما مسول أوروبايا كان مستفاد حد والله ما هو مستفاد المسول عنه هو موافقة الشعب الصحراوي وينقال الشعب الصحراوي ولا تنقال ساكنة والله السكان والله السكان اللي قليم لأنه مسألة الشعب بطبيعة الحال عندها قوة القانونية هاو النقاط الأربعة أكدت عليهم قرار سنة 2016 ومن إنشاء قرار سنة 2021 زاد عليهم مسألتين ثانيات مهمة هو أنه هذه جبهة البوليساريو انقلاقا من كونها حركة تحرير وطنية لأنها هي الممثل الشعب الصحراوي أيضا عندها الشخصية القانونية من أجل الترافع باسم الشعب الصحراوي والدفاع عن مصالح مصالح الإقليم وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا خاصة بأننا نعرف هذا اللي حاول المغرب الآن من أجل على كل حال منذ البداية ولكن تسارع خلال السنوات الأخيرة من أجل إيجاد هيئات وتجمعات ومنظمات بديلة فيما يخص تمثيل جبهة البوليساريو النقطة الثانية المهمة والليضاف هذا قرار سنة 2021 هو هذا الموضوع المتعلق على أنه يا المفوضية اللي مشيتي للمنطقة المحتلة ولدقيتها مع الناس وقلت على أنه هذا مستفادة منه الناس وعلى أنه هذا يساهم في تنمية الإقليم وعلى أنه يساهم في رفع القدرات الاقتصادية للناس والتوظيف والتشغيل هذا نحن ما نمسولين عنه أبدا نحن مسولين عن موافقة الشعب الصحراوي يكان الشعب الصحراوي وافق عن طريق ممثل وشرعي والله ونحن موجودين الآن سنة 2021 من رقض القرار واللي يلغى بشكل نهائي هذه الاتفاقيات بناء أعلنها خرقة المرجعية اللي هي سنة 2016 لأنه هو عقب مجموعة من القرارات تخلق المرجعية اللي يقول لها نصارة لاجيري سبريدانس ولاجيري سبريدانس بالنسبة للاتحاد الأوروبي مبني على هذه العناصر الأربعة واللي زادوا هم هاو الثنتين اللي هم عادوا ستة عناصر واللي موجبهم بناء على خرق عملية التجديد لهذه العناصر الستة هي اللي يفرض على المحكمة معناها تأخذ قرار بأنه يلغى تلغى هذه الاتفاقيات الاقتصادية قبضة المفوضية والمجلس والأول مرة بالمناسبة المفوضية والمجلس يتقدموا بشكل مستقل كلهم واحد وهذا في الحقيقة ينعت حالة الاضطراب اللي بيناتهم وحالة عدم الثقة حتى المتبادلة ما بينهم نحن شفناها خلال جلسات المحكمة كيفاش يتناقضوا حتى في بعض الأحيان لأنه في الحقيقة أحد ما عنده حق هذا يقود إلى التناقض بطبيعة الحال يعني عدلوا عملية النقض ودخلنا ما صار طويل انتهى بهذه الجلسة اللي نظمت 23 و24 أكتوبر سنة 2023 وخلال هذه الجلسة وهي جلسة عقب منين تتخطى مرحلة المذكرات الكتابية والردود على المذكرات الكتابية والردود على الردود وإلى آخره يبقى عند القضاة مجموعة من التساولات الكبيرة المهمة اللي زين عندهم أعلنهم يمشوا حتى النهاية في معرفة شين هي حجج هذه الأطراف وقطعا بأنه الاستنتاج الكبير اللي يمرق به رقاج عاقب الاستماع لهذه المداولات خلال اليومين هو أعلنهم القضاة ما قدوا أبدا يقتنعوا بهذه الحجة لا لمقدم المجلس ولا لمقدم المفوضية ولا لمقدم الأطراف اللي تدعمهم في مقاربتهم للموضوع وتم تحديد يوم 21 مارس في هذا العام سنة 2024 منين يعني المدعي العام تقريبا المدعي العام للمحكمة اللي هي تعطي خلاصاتها عن القضية وعادة ما الخلاصات تعود تقريبا تعطي انقباع عن الحكم منين جايس وهذه المدعية مدعية يعني حتى من خلال الأسئلة اللي سولت الأطراف الأخرى وضع حقيقة بأنها يعني هاضمة الملف كما ينبغي وبأنها ما هي مقتنعة على الإطلاق بحجج هذه الأطراف وعاقب 21 مارس تمرق ذلك الاستنتاجات اللي تعطي انطباع تقريبا من نسبة 80% عن شكل الحكم وننتظروا لأنه في الصيف يمرق تقريبا شهر 5 شهر 6 في حدود ينتمنى طيب الأخب أسؤال مطروح هو هذا القرار لأمرق نحن نعدل به شوف هذا القرار لأمرق مرقع في صالحنا 100% إلى المرقع 100% أولا هذا يشكل عملية دفع جديد لذلك النقاط التي تكلمنا عنها لمستوى تعزيز الوضع القانوني للإقليم الحق الشعب الصحراء وفي تقرير المصير وفي موضوع تمثيل جبهة البوليساري قرار جيد زين يعني في حد ذاته ما هو الهدف الهدف هو يعني كيفاش تسقط على الأرض وكيفاش تستعمله كسلاح من أجل إحداث إحداث تغيير على الأرض شين هو التغيير على الأرض اللي اللي المطلوب أولا بالتأكيد هذا له يقود ل حدوث يعني منعطف مانع في هذه العلاقات الثنائية دبلوماسية خاصة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي خاصة بعض الدول الدول الأوروبية هذا في حد ذاته يخلق سياق معين نقدو قبل نشتغل فيه المستوى الدبلوماسي ولكن الأهم من ذلك على أنه لازم يعطينا فرصة من أجل إجهاد هذا اللي حاول المغرب الآن من الاستثمارات الاقتصادية داخل جزء المحتل من الصحراء الغربية من أجل إدخال الصحراء الغربية كجزء مهم من دورة الاقتصاد المغربية وارتباطها بهذه المحكمة التي تعطيه المحكمة لا تدخل اتفاقات مع المغرب شامل الصحراء الغربية ووقفنا سياسيا وقانونيا لماذا تستغلوه مثلا لماذا لماذا استغلوه في إرغام إسبانيا على تحمل مسؤوليةها كقوة مديرة الإقليم لماذا لماذا نستغلوه باش نواجه نشكو بفرنسا مثلا المحكمة أوروبية على مواقفها وعرقلتها المصر تسوية الممتحدة واش نقدو نستغلوه مع قوانين ثانية للرفع قضية أيضا قدام محكمة لهاي حتى نشكو بالمممتحدة لما طبقت ولايتها ولا بالمينورسل ما طبقت ولايتها هل هذه تصورات ولا فقط سيبقى حكم في الهواء فقط وعنه قول جدا هذا ما هو حكم ما يقدر عود حكم في الهواء ولا نقدر نسمح وملي الروسنا حقيقة بأننا نحصلوا على حكم من هذا المستوى ومن هيئة قضائية وازنة في المشهد الدولي كيف محكمة العادل الأوروبية ونخلوه يعني كحكم جيد ونتفعيد تكلمت عن هذا الموضوع تداعياته الدبلوماسية والتي تداعياته الدبلوماسية تعطي أيضا تخلق مجموعة من الارتدادات السياسية على مستوى ومستقبل للتسوية منين فعلا يعني نحن نحسنوا استغلالها ولكن حتى على الموضوع الاقتصادي وهو الموضوع المهم وهذا هو منين مطلوب تفعيل هذا القرار فعلا لأنه قلنا على أنه المغرب بالإضاءة يعني احتل جزء كبير من التراب وقبضها ويعطي الانطباع من الناحية السياسية على أنه الأمور عادية ولكن الأخطر من ذلك لأنه عد المجموعة من الاستثمارات الاقتصادية العملاقة في الإقليم التي تعزز الاحتلال كأمر واقع ولكنها أيضا تفرض على الشركاء الغربيين خاصة بينهم يحموا الاحتلال انطلاقا من حمايتهم لمصالحهم هذا القرار يشكل أكثر سلاح نجاعة من أجل إجهاض هذا التوجه لأنه غالبية هذه الشركة نقبضه مثلا لموضوع الطاقة البديلة الطاقة البديلة الشرائك المتورطة فيها مع دولة الاحتلال هما سيمنس الألمانية يعني عملاقة الطاقة وإنل الإيطالية قطعا بأنه هذه الشركات انطلاقا من أنها تخضع للقانون الأوروبي رايب طبيعة الحال عندها سبل التحايل والأخرى بأنها تنشي شركات محلية خاضعة للقانون المغربي إلى آخر ولكن يبقى الدخول في هذا المعترك هذه شركات الطيران مثلا كيف الشركات الفرنسية التي تعدل تسير رحلات إلى المدر المحتلة والتي تخضع للقانون الفرنسي القانون الفرنسي يعني ملزم باحترام القانون الأوروبي باحترام القانون الأوروبي هذه مثلا شركات السياحة والوكلات السياحة التي تسير برامج سياحة خاصة في منطقة الداخلة أيضا موليها وغالبية فرنسية إلى آخر إلى آخر هذا على مستوى الاقتصادي ولكن وهذا تحدي كبير هذا الموضوع الديمغرافي لأنه ربما هذا في الحقيقة واحد من معوقات نحن كصحراويين ماهو قاع من 1975 ولكن فيما قبل هو الموضوع الديمغرافي وحقيقة نقطة الاحتلال يلعب عليها يلعب عليها من خلال أنه يعني في ظرف مثلا عشر سنوات القادمة يعني الشعب الصحراوي الصحراويين داخل المدى المحتلة يتحولوا إلى يعني أدنى من الأقلية فاللاف العدد داخل الصحراء الغربية هذه عملية الاستيطان المحمومة والليه هدف استراتيجي عند المغرب تتغذى من هذه الاستثمارات الاقتصادية منين فعلا ننجحه بأن نعدلوا عملية إجهاض ذا وبالتأكيد القرار الذي يؤدي إلى قطع شوط كبير في هذا الاتجاه قطعا بأنه عملية الاستيطان على اعتبار بأنه يغري المستوطين باش يجوه باش يستقر إلى آخره إذن المطلوب هو قطع هذا الطريق استعمال القرار في ذلك ولكن استعماله بذكاء لأنك ترى ويجد يعود عندك سلاح مهم وسلاح في التاك منين ما تعرف تعدله تقدر عليك العمارة منين تقدر عليك العمارة تعود يعطي نتيجة نتيجة عكسية وبالتالي مطلوب حقيقة يعلن يستخدم في ذكاء وبالتالي نتحس خاصة على المسار القضائي لأن الموضوع في النهاية كيف قلنا هو الأرضية وهذه يعني نتحس مواطئ القدم بدقة وبحيث أنه أي خطوة نخطاوها تعود باتجاه تعزيز ولا هي خطوة في الفراغ ولا خطوة فيها مغامرة ولا خطوة مجهولة لكن أنا قصدي مثلا نحن عندنا قرار من المحكمة الإسبانية ضد هدى عشر هدى عشر يعني مسؤول مغربي مرتكبين بالأدلة يعني جرائم حرب ضد 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 صحراويين هل قرار المحكمة هذا يسمح أننا نتوجه شور محكمة الجناية الدولية لتعزيز هذا القرار وتقوية القرار الإسباني وجعله واقعي الثنين عندنا في 2014 ولا اعتم تذكر يعني في 2017 جواب قرار المحكمة العليا الإسبانية التي أكد أن إسبانيا هي قوة مديرة للإقليم ولم تسقط لا بالتقادم حتى يتم استكمال مسار تصفية الاستعمار هل قرار لمحكمة العدل الأوروبية سيعزز هذا ويسمح أن نرغم إسبانيا التي تحاول أن تتهرب عن مسؤوليتها بل قالها وزير خارجها الحالي بشكل صريح لأنها لم تعود مسؤولة عن الإقليم هل سيفرض هذا على إسبانيا تحاول مسؤوليتها في الإقليم هذا سوف يكون يعني يعود قرار قانوني يعني قضائي وعنده تبعات قانونية يعني الدبلوماسية والسياسة يعني يلتقاوا الضرورة ينطلقوا ينطلقوا في بلد ينطلق واحد وهذه عملية الحشد التي تكلمت عنها هدفها في النهاية يعني ما هو الهدف عننا أن أن لا تخلق استثمارات اقتصادية في الصحراء ولا هدفنا بأنها سيمنس عنها تمشي عن الصحراء والله إنل والله هذه المستمهرة الاقتصادية أهمية عندنا إلا الشي اللي قد يعزز به خياراتنا وموقعنا من أجل الحصول على الاستقلال الوطني وهذا هو بل من ينجي الدبلوماسية وتجي السياسة وبالتالي لا هذا يتعلق بمسؤولية الصبعانية التاريخية ولا هذا يتعلق بمسؤولية الممتحدة بحد ذاته مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قليم ووضعه معروف والتزامات المجتمع معروف باتجاهه ولا تجاه حتى مجلس الأمن الدولي اللي إلى حد الساعة ما قد يتحرر من ذي العقلية اللي بالنسبة له يعني النزاع قد يتم نسيره في ذا الشكل اللي كنا نسيره به عملية التمديد الوتوماتيكية الوتوماتيكية ويعني عملية التسيير القانون والاقتصادي والإجرائي لهذا القرار كسلاح بالذكاء المطلوب بالوعي المطلوب حقيقة قد يقود إلى إحداث الفارق على المستوى السياسي وعلى المستوى وعلى المستوى الدبلوماسي وبالتأكيد إسبانيا نظر المقعها ولكن أيضا نظر الإنجرار ومسؤولياتها مقعها يعني من النزاع مقعها القانوني ومسؤولياتها السياسية وتاريخية وأيضا انطلاقا من هذا المنزل قد يخلقها مؤخرا يعني توجد تقريبا في عين إعصار هذا المومنتم هذا السياق اللي باقي نعدلوه عاقب صدور هذا القرار واللي كيف قلت يعني موضوع يعني سلاح كبير من أجل حصول على نقاط أكبر باش تصنع الفارق بطبيعة الحال بالموازات مع هذه المسايل القانونية الأخرى اللي قد ينعدلوها من موضوع قرار المحكمة الإفريقية للحقوق قرار المحكمة الإفريقية نحن اللي جبها لم تقدم بالشكوى بل الشكوى كانت من طرف آخر يعني فلسلم لكن صدر الحكم وحكم مهم جدا لكن لا أرى استغلال لهذا الحكم لماذا هذا التأخر في استغلال هذا الحكم هذا الحكم يؤكد على حقنا في تقرى المسار هذا الحكم يلزم الدول الإفريقية بدعم كفاحنا والتوقف عن كل ما يمكن أن يفهم منه دعم للاحتلال المغربي هذا الحكم يدعم بنود الأساسية في القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي اللي تعطينا الحق نطالبه بتدخل عسكري للإتحاد الإفريقي من أجل من أجل يعني حماية وحدتنا الترابية هذا الحكم يدعم ما هو منصوص عليه في مثاق الإفريقي الحقوق الإنسان والشعوب واللي يطالب حمايتنا من من الاتحاد الإفريقي وربما حتى يسمحنا بتوقيع يعني اتفاقية الدفاع مشترك مع الدول إلى غير ذلك هذا الحكم يسمحنا بتحريك دعا وقضايا ضد الدول اللي فتحت قنصليات في الماطق المحتلاء يسمحنا بتقديم شكاوى ضد المشاركين في الرالي وضد المشاركين في نهب الثراء الطبيعي وضد المشاركين في كرانس منطنة شنحانه؟ هو هذا الحكم كيف حكم المحكمة الأوروبية ولكن يعني يترتب عن واقع معين وهو عنه الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وبالتالي حتى على مستوى يعني يعني اللاحظوا بأنه في المحكمة الأوروبية جفت البوليساريو هي هي الحركة اللي يكلم عنها ولكن في الحكم الإفريقي يكلم عن الدولة الصحراوية والجمهورية الصحراوية وبالتأكيد يعني كيف يعني فصلتوا حكم تاريخي ومهم جدا فيما يتعلق بذيك القضايا كاملة فيما يخص يعني التدخل العسكري اتفاقيات حماية عسكرية إلى آخره إلى آخره دفاع مشترك إلى آخره هذا كامل شكع لأنه في المتنوى إلى اللي ما حصلنا إلى اللي ما قطعنا الخطوة في تفعيلها اللولة في تفعيل هذا القرار ذاك دائما ما زالت يعني شاطن تقدر من الدركة الدبلوماسية والسياسية على مستوى موازي القوة حتى داخل الاتحاد الافريقي في حد ذاته لأنه داخل الاتحاد الافريقي صحيح عندنا حلفاء ولكن إضاء الاحتلال عضو وعنده مجموعة من الحلفاء وبالتالي موجود ذاك الإشكاليات السياسية والديبلوماسية ولكن تفضلت بنقطة مهمة جدا وشاك كان عنها لازمة تعود هي نقطة الانطلاق في تفعيل هذا القرار هو هذا المتعلق بموضوع القنصليات خاصة بأنه غالبيتهم قنصليات فتحتها دول الافريقية لأنه القرار يقول إعلنه يعني هذه الدول الافريقية كاملة انطلاقها من تقاليد الدول الافريقية في تضامن من الكفاح ضد الاستعمار على أنها ملزمة بتقديم المساعدة للشعب الصحراوي في كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال يغير يزيد مسألة مهمة ذانية اعلنه يحذر هذه الدول من ما غبت على أن أي دولة من هذه الدول أقدمت على خطوة عملية تقدمت تأثر على كفاح الشعب حق تقل المصير والاستقلال يتكلم حتى الاستقلال عنها رأي ليتعود تخرق القانون قانون الاتحاد الافريقي هون هذا هو المدخل حقيقة ل يعني موجود تفكير في هذا الموضوع على أن مقاضات هذه الدول والله واحدة من هذه الدول وبالتالي من أن يخلق القرار في واحدة من هذه الدول يعني يعني يعمم على باقي الدول التي ترتكب فعل عملي من كونه يأثر على مصار والله معني كيف حش الشعب الصحراء من أجل الحرية والاستقلال على اعتبار بأنها تخطي يعني تخرق واقع لأنه إقليم الصحراء الغربية على إقليم محتل وبالتالي تساعد تساعد المملكة المغربية في احتلالها للصحراء الغربية هون هذه بالفعل قاد يعود قبال نقطة انطلاق ونقطة الانطلاق تماما كيف المحكمة الأوروبية لا تعود أيضا عندها تأثيرات وارتدادات السياسية والديبلوماسية وذا هو الهدف في النهاية الذي نطلحه عندي سؤال دائما يراودني احنا 2012 و2014 وفي أبريل صدفة شهر أبريل شهر أبريل خلق منظمة منظمة نيويورك سيتي بار منظمة المحاميين الأمريكيين والتي تجمع خمسين ألف جمعية شتة عبر العالم صدرت رأيين في 2012 صدرت رأي حول الثروة الطبيعية وتأكد على أنه لا يحق هذا اللي قالت المحكمة صدرته هذه الهيئة الاشتشارية واللي هي هيئة الاشتشارية للكونغرس الأمريكي وتقررها أساسية جدا وفي 2014 تحدثت عن تقرر المصير وعن تقرر المصير لا يمكن أن يحدث إلا بوجود خيار الاستقلال على ما نفتحوا هذا الجانب باش نعودوا مثلا نقووا هذه المعركة القانونية دركة المستوى أوروبا على المستوى أفريقيا على الساحة الأمريكية باش نقدوا نحصلوا على على قوة قانونية كبيرة نقدوا نحاكموا بها ندخلوا بها حتى مواجهة مع الممتحدة وين المشكلة؟ هو كيف دائما نقوله المشكل هو موازين القوة موازين القوة سواء على مستوى الأرض سواء على المستوى الدولي وما تقد تخمم في أنك تعطي يعني خطوة عملاقة ليتعود في الفراغ إلى اللي ما أعطيته الخطوات الأقصر الأكثر ثقة في البداية يعني نرى الوثبات تعد ماشية مثابتة ما تأكدها يعني شيري سرطة حق لعني وبالتالي مطلوب على أننا نعدلوا هذه الخطوات على من أجل لأنه كيف قلنا يعني هذا سباق تتابع وكيف قلنا وكيف دائما يعني الصورة المجازية اللي نستخدمه لأنه نصوره يعني هذه عربة المشروع الوطني بأربع عجلات ولأنه خالق عجلة الكفاح المسلح وخالق عجلة انتفاضة الاستقلال وخالق عجلة ديبلوماسية وخالق عجلة بناء المؤسسات وبالتالي وقلنا دائما نعلنوا يعني وكيف يعرف يعني يعني ما خالقه وته تقدت بعد تقدت بعد إلى ما عادوا إلى ما عادوا العجلات في حالة جيدة ولكن أيضا مساويات مساويات ولكن أيضا حتى يعني حتى يعني يعني متوازيات يعني بنفس 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 الطريقة وعليه هذا بعد قاع هو الوعي اللي لازم نستحضره باش نعود ونعدل الخطوات الضرورية سابقا نعدل الخطوة العملاقة تجاه تجاه الاستقلال وتكلمنا عن الانتفاضة وتكلمنا عن الموضوع القانوني وربما الدبلوماسي منذ أن نجعله لآخره ولكن يعني هذه عجلة مشروع بناء الدولة الصحراوية والمؤسسات الوطنية الصحراوية يعني لازم نعرفه كاملي ونوعاه بأنه كتب التاريخ على أنه هذه مخيمات اللاجئين الصحراويين على أنه هي مركز جاذبية المشروع الوطني هذه نقطة أولى هذا لا يعني بأنها عندها همية أكثر أبدا من العجلات الثلاثة الثانية على الإطلاق ولكن لازم لنفهم وعلنها هي كانت دائما هي جواز الصفر لنعبر به عبرنا به القلوب هذا العالم كامل وبحيث تصور بأنه هذه مخيمات اللاجئين لمدار السنوات الثانية كانت أكثر نقطة استقطاب للأجانب في هذه المنطقة وبالتالي تجربتنا فيها على مستوى هذا التعزيز المشروع الحضاري والآخري وعلى مستوى حالة التكافل وحالة الأمن وحالة الثقة في الدولة الصحراوية خلال هذه السنوات السنوات الماضية وتعزيز الثقة في المستقبل وتعزيز وتعزيز يعني وضوح في الآفاق كان هذا هو اللي نتيجته تعطي المستوى الدولي بأنه خالقة ثقة لدى العالم بأنه هذه الدولة قابلة فعلا للحياة وعلى أنها ما هي قابلة للحياة يعلى أنها قد فعلا تعود إضافة ضرورية ضرورية للمنطقة هون حقيقة لا بد عليهم الصحراويين خاصة هذا الجزء منهم الموجود في مخيمات اللاجئين الصحراويين يعرفوا شين هي الأهمية الحيوية الاستراتيجية الحفاظ على هذا المكسل الوعي بي الوعي بأهميته ولكن أيضا الالتفاف حول الجبهة والالتفاف حول المؤسسات الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية لأنه مثلا يعني شيء من الناس يتكلم عن عن موضوع الإشكاليات الأمنية وبالنسبة لي هذا اللي موجود الآن يفسره بشكل كبير هو تراجع العملية التعليمية على مدار عشرين سنة نرد على مدار عشرين سنة يعني تنتج بالطبيعة يعني بالضرورة تنتج جيل معين هو اللي يشكل هذا السياق لهذا اللي يخلق وبالتالي يعني حفظ النظام يعني فهم الموضوع الأمني على اعتبار بأنه فقط حفظ النظام العام هو فهم قاسر وبالتالي حفظ النظام يعني الأمن في مفهومه الشامل هو الأمن السياسي ولكن هو أيضا الأمن الاجتماعي تماما انتاج الخطاب المقنع انتاج التأطير المقنع بما يتناسب مع هذه المتغيرات اللي خلقت في المجتمع على مدار هذه السنوات التعليم التي خلقت على مستوى ثقافة الأجيال ولأ آخر ولكن أيضا الاستثمار في هذه المؤسسات اللي هي شكلة الحاضنة الاستراتيجية الحفاظ على المشروع هي أبرزه وموضوع التعليم لأنه المؤسسة التعليمية هون يعني خلال هي اللي تخلق الأجيال وهي اللي بالنتيجة لأنه يعني هو هذا يعني في النهاية المجتمعات هي يعني أفراد بشرية والأفراد البشرية يعني تعرض العملية التكوين اجتماعية وقيمية على مستوى العائلة ولكن ثقافية وسياسية على مستوى المدرسة والآخر وبالتالي يعني هذا كامل لازم ينظر له في شموليته ولا يتم اختزاله في موضوع حفظ النظام العام قديت تربية وقديت مثل وقديت قيم ومنين تكلموا عنها ما نتكلموا عن المثل والقيم وأخلاقيات الاجتماعية وحدها والدين وحدها بل حتى الوطنية منين تخلىوا عن واحدة من هذه الثلاثة يعني القيم ناقصة وهذا هو اللي احنا وقعنا في هدراك يعني لا بد من العودة حقيقة ومراجعة وسقل الذات وإحياء ويعطاء بريق كيف بريق الانتفاذة نعطو بريق أيضا القيم منهم وثلنا اللي حكمتنا واللي جعلت هذا التصور يخلق عند الناس حقيقة دولة ضرورة وفي المنطقة وعامل استواجد واستقرار هذا هو أعص المال الكبير اللي ما لازم يفرط فيه على اللي ما لازم يفرط فيه على الإطلاع أخ أبي مزنا في الموضوع هذا نزير عندي نشوف الندوة نعرج عن الندوة يعني هذا اللي تكلمنا عن نظرك هو فعلا أساسي وفاعل جدا لأننا واجهة نظرك نحن في الحرب وعندنا ساحتين للمواجهة مباشرة مع العدو اللي هي العسكر الكفاح المسلح والمدن المحتلة والإعلام والدبلوماسية هذا يقتاتوا ويعيش على مكاسب هذه الساحتين الباقي هو شؤون تسيير يعني شؤون تسييرية عادية إذن كيف هذا الواقع وهذا التحليل نعكس في الندوة وشين هي الخطط الكبيرة اللي اللي اشتغلت لها الندوة باش تقود هي العنوة البارزة لسنة 2024 هي الندوة بطبيعة الحال يعني هاي الندوة الندوة السنوية للعلاقات الخارجية وهي مناسبة يعني سنوية يجت مع المناضلين اللي في جهاز العلاقات الخارجية الجبهة من أجل تقييم السنة الماضية ولقوف للخلاصات اللي تشك القاعدة في رسم خارط الطريق والله رسم الأهداف الكبرى خلال السنة الموالية وهذه الندوة يعني بالتأكيد وفرت فضاء مهم للديبلوماسيين الصحراويين في القيام بهذا التمرير التمرين السنوي وهذه الجبهة الدبلوماسية كيف قلنا واجهة وجبهة مهمة جدا من جبهات الفعل الفعل الوطني وهي في النهاية هي المرآة اللي شوفنا فيها اللي شوفنا فيها العالم عملية الفعل المحتدم على المستوى الميداني خاصة يعني على مستوى الانتفاضة وعلى مستوى الفعل العسكري الكفاح المسلح وعلى مستوى بناء مؤسسات الدولة الصحراوية هذا الفعل كامل في احتدامه بشكل يومي مرآته هي العمل الدبلوماسي وتم الوقوف على جملة هذه المكاسب اللي سجلت خلال السنة الماضية ولكن ايضا التحديات الموجودة وبالنسبة لي بالنسبة لي شخصيا نحن في منعطف في منعطف حاد جدا وملان من التعقيدات وله على مستوى القضية فقط ولكن على مستوى العالم العالم جدا ما من الممكن بدن قبول بانه في ظل منعطف حاد وفي ظل عالم متغير الدبلوماسي الصحراوية تم تقريبا بنفس السرعة هذا هذا غير مقبول على الاطلاق هذه النقطة الاولى النقطة الثانية حتى على مستوى الرؤية والجبهات المستهدرة من أجل لأنه إمكانياتنا محدودة سواء المادية أو البشرية وهذه الإمكانيات المادية أو البشرية إعلق قلتها ما مسموح على الإطلاق بأنها يتم استغلالها بشكل سيء بشكل سيء وبالتالي حتى موضوع على مستوى الكادر البشري وعلى مستوى الإمكانيات مطلوب يعني ترشيدها ومطلوب استغلالها بما يتناسب مع هذه المنعرجات الصعبة التي تمر بها القضية ويمر منها ويمر منها العالم كامل حتى على مستوى حتى على مستوى الانتشار لا بد بأنه انتشار الدبلوماسية الصحراوية يحمل ملامح هذه المخاطر وهذه التعقيدات وهذه المنعرجات وإلا نعود نمشي بسرعة مخالفة اللي يمشي بها 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 العالم وأتصور بأنه الندوة عكفت على هذا الموضوع وحتى على مستوى الخطاء حتى على مستوى الخطاب الخطاب لازم يعني يحمل ملامح هذه المتغيرات الدولية ويعني كيف يقولوا كيف يقولوا العرب لكل مقام مقال مراعاة لمغتضى الحال يعني هذا الخطاب اللي ربما يصلح لمستوى أفريقيا ما هو بالضرورة ليصلح لمستوى أوروبا على الإطلاق وفي بعض الأحيان حتى يعطي نتائج عكسية وبالفعل يعني الندوة أكفت على هذا الموضوع وتمنى حقيقة بأنه على مستوى الكادر البشري وعلى مستوى الإمكانيات يتم إخضاعها لهذه الرؤية على مستوى حتى الانتشار يتم إخضاعها لهذه الرؤية لأنه الآن الأهمية تقيس هذه العواصم الدبلوماسية المتعددة للأطراف وعواصم الدولية النافذة لأنه في النهاية في النهاية يعني سوش لي يخلي ورقم أهمية ياسر من البليدات الثانية ولكن هذه العواصم الكبيرة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا 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 وفرنسا هذه الدول ثلاثة أساسا أساسا أقول لك على مستوى يعني ما هو المستوى عواصم متعددة للأطراف يعني على مستوى الدول في حد ذاته ومستوى المتحدة القول ورقم واحد إسبانيا عندها وضع القانون الخاص وتهتدي يعني تقتدي بها أوروبا يعني حتى عدلتها مرجعية بالتأكيد وفرنسا عندها علاقة تقليدية بالنزاع بالمنطقة أهمون وعلى مستوى بلماسية متعددة الأطراف معروفة شن هي شن هي شن هي عواصمها و يعني ما تشعر روسيا مهمة عن الروس موسكو تبقى دائما مهمة تبقى دائما مهمة ولكن يعني ربما لا يسمح المقام يعني المقام بالتطرق ولكن أعتقد بأنه الاتصال الرسمي مع روسيا هو المتاح الآن فيما يخص العمل العمل الدبلوماسي وما في بعض العواصم الأخرى يعني هناك الصحابة هناك المجتمع المدني وهناك الهيئات البرلمانية وهناك تأثير على الحكومة من بطرق بوسائل ضقت أخرى ضقت أخرى إلى آخره إذن بالنسبة نحن دبلوماسيتنا انتهت يعني وفاة ندوتها خطتها واضحة عندها ماشي تشتغل الحرب قائمة مدن المحتلال أسرى المدنيين مفقودين معركة قانونية معركة حقوق الإنسان القانون الدولي القانون الدولي الإنساني إذن إن شاء الله أتمنى للتوفيق لا خبي أنا 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 أقبط من وقتك يا سر وأعتذر حقيقة لكني أريد أن أستغل الفرصة إلى أقصى يعني في المرحلة الحالية انطلاقا من الواقع الحالي اللي رأنا فيه وبعد تقييمكم الندوة نحن الآن المجلس الوطني كيف يكونوا صادق على برنامج الحكومة وماشي يدخل حيث تنفيذ شنهي التوجهات اللي تشوفها والله شنهي التوجهات اللي تساهم بها من أجل يعني على أن نقفز هذه القفزة في هذه الظرفية اللي قلت اللي فيها منعطف حاد حقيقة وصعب وخطير ومنعرج خطير جدا بما فيه من الإيجابي فيه من سلبي والله قاع أكثر إذا لا بدلوا من الحذر ولا بدلوا من القفزة تعود قفزة بيمها يعني ما هو بسم هو شنه المطلوب رأنا قبضنا بشكل واضح موضوع الأرض المحتلة ووجهنا ندال الأرض المحتلة عنه الكرة في ملعبهم الآن وعنه هما هما اللي قدوا يفضحوا المغرب ويعروه ويخلوه لا شيء قدام منتظم دولي ويأكدوا العالم على أنه هذا اللي داروه رئيس مجلس أمن عنه لا فاضمة وعنه منتهك حقوق ويساهموا معنا في الدفع بالقضية الوطنية قدام هاي الرسالة اللي حقتهم وهما رهم أدرة بالطريقة اللي قدوا يتحكموا فيها رضيك بشكل عام شنو التوجيه اللي دي قد تساهم به فأنا أعتقد بأنه على كل حال يعني التوجيه يعني الرجلي كامل يعني لعلى مستوى الحركة كإطار ولعلى مستوى المناضلين يعني خمسين سنة الحركة والمناضلين وصلنا سن الرشد وعارفين بالتأكيد ما هي ما هي الأولويات وما هي المحطات القادمة وإلى آخر ولكن الشي اللي نقد نقوله في هذا المقام هو أعلنوا مطالبين كاملين على مستوانا بأن نعي يعني حق الوعي بأن نرانا موجودين فمنعطف استذنائي ما قط مرت منه القضية على الإطلاق فيما سبق ومنين نقوله منعطف استذنائي معناه أنه يتطلب جهد استذنائي ومنين نقوله جهد استذنائي ما هو اللي على مستوى المادي على الإطلاق وعلى مستوى البشري ولكنه على مستوى الرؤية لأنه منين لا نتفق على الرؤية واحدة يضيع الهدف يضيع الهدف وبالتالي يعني يعود يعني كلهم موجه مدفعوه أحيانا لجهة الخطأ وربما للأسف الشديد الراصل للأسف الشديد إذن موضوع الرؤية موضوع ويعني في هذه الميادين الأربعة اللي تكلمنا اللي تكلمنا اللي تكلمنا عنها مطلوب حقيقة استحضارا لدقة هذا الظرف وتعقيدات هذا الظرف على المستوى الإقليمي أولا يعني المستوى الإقليمي أولا لأنه يعني ترتب سيناريوهات خطيرة على المستوى المنطقة ويعني حليف الشعب الصحراوي في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لا ينظر إليه يعني بعين الرضا مستهدف ولا ينظر إليه بعين الرضا من طرف هذه القوة المرتبطة خاصة بالأجندة الإسرائيلية وعما الأجندة التي تريد التدخل في شؤون الداخل للدول واستغلال مقدراتها و في هذا الإطار يعني نأكد يعني يعني وعيد التأكيد بأنه للمستوى هذا يعني وعين بهذه التعقيدات على المستوى الإقليمي لا بد من أن يعني ساعة الفعل الوطني على أنها تضبط على توقيت الحليف باش نعبره حقيقة بسلام من هذا من هذا المناطف هذه هذه يعني نقطة يعني وريد التأكيد عليها النقطة الثانية اللي باقي نأكد عليها أنه 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 يعني تكاملية الفعل في هذا الجهر وكلها على مستوى يعود واعي عارف على أنه أراه سلسلة إلى أخوة يعني يعني كلها عنده تأذير فعلا على الفعل الآخر التكاملية يعني التكاملية في هذا الجانب وعيد التأكيد مولي في الحقيقة لأنه هذا المشروع الوطني في النهاية هدفه شنه هدفه هو بناء دولة صحراوية مستقلة يعني هذا يقولون أن صار الانتشامبر يعني الغرفة ما قبل الحصول على هذه الدولة المستقلة هو هذا المشروع الذي قامت به الجبهة من 1975 والدولة الصحراوية في هذه مخيمات وفي هذه المناطق المحررة وبالتالي ما لم نحسن حقيقة تقديم الصورة في هذه الانتشامبر في هذه الغرفة المسابعة القبلية أرى أن لن نصل أبدا إلى الغرفة البعضية ولو وصلنا لها نوصل لها بيسر من التعقيدات والبيسر من الإشكاليات التي تبقى دائما تعطي للإحتلال فرصة بأنه يقدم خياراته على حساب خياراتنا الوطنية في الحرية والاستقلال المسابعة لنشكرك جزيلا شكر الرسائل واضحة جدا واضحة مطلوب يعني على أنه مرحلة مرحلة حاسمة مرحلة صعبة جدا وما هو اللعلي نحن وحدنا على العالم كامل صعبة لغير اللي ما هو مستقل صعبة عليها كثير لأنه ما هو في أرضه ما هو في وطنه وحد بلا وطن رأيت لكن ما هو موقع موجود إذن المطلوب هو نوحد الرؤى نعرف معطية 75 اللي هي القايمة ذلك الأرض مزال محتلة الشعب مشرب ثروات تنهب حقوق غلسان تنتهك يعني إلى عد نشيف مشروع الدولة وكذا غير في الأرض الواقع لحقيقة مزال لاحتلال موجود ومدى من الاحتلال موجود لأننا ما حققنا شي هذي الرهانات وهذه 50 سنة من العطاء لا بد لا تتوج بشي تتوج بفضل وحدتنا وبتمسكنا بالجبهة ووعينا كيف قلت انت بالمخاطر وتحليلنا والرؤية الثاقبة والهدف الواضح المشترك الموحد هو الذي يدينا أن نلحقو 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 الهدف بسرعة إذن جيش التحرير الشعبي يقود معاركه يقود اقصافه بشكل جيد نتمناوله التصعيد المزيد من النجاح والمزيد من الانتصارات وتضامونا معاه أسرعنا المدنيين يقودوا معركتهم في السجون ببسالة نتمناولهم الإفراج يعني عنهم يواصلوا في ذلك المعركة يلي يلي يحقوا لأنهم محبوسين على هدف وعلى فكر وذاك الفكر لما تحققهم جماهر أرضنا من عند محميد الغزلان اللي محميد الغزلان نقوله محميد الغزلان لأنها فيها شارع الشهيد الولي ومحميد الغزلان فيها الحركة التلاميديا الصحراوية ومحميد الغزلان منطقة من أهلنا من هالنا وهما من ينقوله هم رأهم أقصر شمال تواجد صحراوي إلى الداخل والقويرة هذا كامل مطلوب منهم يعرفوا المرحلة ويعرفوا حسن المرحلة لأنه موجودة الصحراء الغربية الجغرافية ولكن موجودة الصحراء الغربية سياسية سياسية نحن نلتزمنا بمثاق الإفريقي ومثاق الممتحدة باحترام الحدود المورثة على الاستعمار غير هذو كلا صحراويين ونحن اللامنهم ولهذا خاصنا أنه حدوز جهد وراه يلحكتهم الرسالة وعارفين ذي لاتم يعدلوا نحن مالي هون أعطى الأخ برسالة واضحة هو الأمن ومنين يقول حد الأمر هو ما يفهم حد على الأمن هو النظام العام أمن هو الأمن عامة وهذه مسؤوليتنا كاملين ما مسؤوليت هذا اللابس الزي عسكري والله شرطي والله لا 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 هذه مسؤولية الأطر مسؤولية النخبة ومسؤولية الشعب كامل باش يساهم في أننا نعود فعلا نحس في أمن سياسي وأمن اجتماعي وأمن أيضا اقتصادي بتوفير مقاومات الصمود إذن مطلوب على أن نفهم مملع لنا سلسلة وعن كل واحد شغلته رهي مكملة شغلت ثاني وعنه إلا أخوة هو رهي ذاك سلسلة العاقبت وكامل أخوات إذن شغلتنا تكاملية تكافلية إذن خاصة تعود ماشية إذن نتمنى وعننا نعود مطول على الأخب لأننا قبضلها وقبضنا من هذا الوقت كامل وخصوصا أنه أمس اعتذرنا لنتيجة لبعض المشاكل التقنية نشكرك مجددا ونتمنى وعن عدو فدنا وعلى الله قلصرنا النقاش وسط الأطر لكن قدوا نوحد وهذا الرؤى اللي هو هدفنا نشكرك وبس نك أشكر سيد المشاهدين اللي انتمنى وعن عدو فدناهم في هذه الحصة وإلى نتقي في حصة قادمة شكرا الله وبركة الله فيك شكرا جزيلا